تحياتي لكل اللي عم تتابعونا عبر موقع فوشيا وتحياتي لكل اللي حابين يعرفوا أخبارنا الفلكية وشحاملة معها من توقعات لهذا الأسبوع رح نبدأ مع مولود برج الحمل عزيزي مولود برج الحمل يبدو أنك متحمس لاعتماد أو تبني أسلوب جديد بالتعامل مع وضعك المهني بالإضافة لأوراق قانونية ممكن تستدعي حضورك شخصيا وأما عاطفيا رح تعرف كيف تطلع من الدوام اللي أنت عايش فيها حاليا مولود برج التور قد يتم اختيارك من أجل ورقة عمل أو مسئولية جديدة بالإضافة لسراع وألق عم بتعيشه على الصعيد العاطفي لربما بسبب تصرفات الشريك الغير مستقرة من جهة وعدم إدراكه أو إحساسه بمشاعرك من جهة تانية وأما ماديا قد تسعى لتحسين وتطوير أسليب تجلب لك المال والأموال مولود برج الجوزاء قد تطالب بحقوقك أمام مرجعيات إدارية أو حكومية بالإضافة لدعم مهني من أحد المقربين منك لربما يكون متعاطف معك وكمان هالدعم هذا رح يخليك تتخطى كل الهزات اللي تعرضت لقلب السابق على الصعيد الشخصي والمهني وأما عاطفيا كأنه عبتنفرد عليك بعض الشروط أو عم تفرض أنت شروطك على الشريك قبل اتخاذ أي قرارات مفاجأة بتتعلق بعلاقتكن سوا مولود برج السرطان عم تختلط عليك الأمور وعم بتحاصرك الشكوك ومواقف الشريك تجاهك فإياك والتديق عليه بأسئلتك أو حتى إحراجه بمكان ما وأما مهنيا الأجواء الفلكية عم تتحدث عن مسار جديد وتغييرات محتملة بروتين عملك مولود برج الأسد قد تخرج إلى العلن مشكلة بتتعلق بوضعك المهنة وقد تضطر للتعامل معها بردة فعل آسية فإياك والتعامل معها بردة فعل آسية حتى ما لقيك أمام خسارة مهنية بالإضافة لحلول عقارية بانتظارك وأما عاطفيا قد تقابل بعدائية من قبل الشريك وكمان ما فيني إلك غير أنه تكون صدرك كتير رحب ويكون عندك سعة الصدر أكبر حتى تقدر تستوعب تصرفاته وكمان الأزمات النفسية اللي عم يقطع فيها وأما ماديا قد تعيد النظر ببعض النفقات الغير محسوبة مولود برج العزراء قد تشغلك أو حتى ممكن لقيك مشغول ببعض التفاصيل الدقيقة بحياتك المهنية مع الزملاء أو الشركة أو المتعاونين معك بمحيط واحد بالإضافة لإهتمامات بتتعلق بسير العمل وتنظيمه وتوزيع الأدوار وأما عاطفيا قد تضطر لشرح بعض المواقف السابقة للشريك مولود برج الميزان أجواء فلكية معاكسة بتتعلق بوضعك المهنة يلي عم بيخليك تشعر بالخيبة وعدم الأمان ولربما تتعرض من خلال هالخيبة هذه لبعض الصراع أو المنافسة أو تحس حالك أمام فراغ مهنة وكمان إياك وكمان تلاقي حالك أمام مواجهة وهالمواجهة ممكن تقزم وضعك المهنة أكتر فالمطلوب منك الهدوء والكتمان وحماية أموالك من أي خسارة طارقة وأما عاطفيا قد تضطر للانسحاب من أمر عاطفي بسبب الظروف مولود برج العقرب الفرص مفتوحة لتبديل بعض الخطوط والاتجاهات من الناحية المهنية بالإضافة لحلول مرضية ومطروحة بانتظارك وأما عاطفيا فبقال لك اعتمد الليون بعلاقتك مع الشريك وابتعد عن العناد والتسلط بمواقفك معه مولود برج القوس يبدو أنك بحال الترقب وانتظار خبر بيتعلق بورقة عمل لترتيب أمورك المهنية بشكل أوضح وأما عاطفيا فالأجواء مريحة جدا رغم بعض العرائيل المحيطة بوضعك العاطفي بالإضافة لأجواء بشوفة هيد الأجواء عم بتخليك تشعر بعدم الأمان المهني والعاطفي ولكن فيني قل لك أنت أفضل من السابق بكتير وآدم على حلول عاطفية رائعة مولود برج الجدي عم بتعيش نوع من الحساسية الزايدة أو نوع من الضغوطات المحرجة على الصعيد المادي بالإضافة لتحديد أو لتجديد فيني قل لك تجديد عقد وترقي أو بداية جديدة أو بداية مهمة بانتظارك وتحديد مسئوليات وأما عاطفيا قد تأتي الأحداث لصالحك على الصعيد العاطفي مولود برج الدلو توقع تحريك سريع لوضعك المهني نحو الأفضل من بعد ركود وجمود واستفزازات ومنافسات وكمان قلق كنت عايشه وأما عاطفيا فمحاولاتك لأعطاء الشريك انطباع بأنك مشغول لا تعتبر طريقة مناسبة لتفسير الانقطاع يلي أنت الانقطاع اللي بيناتكن آخر الأبراج معنا مولود برج الحوت قد تشكو من عارض صحي مفاجئ ولكنه مش خطير بالإضافة للقاء مع أشخاص ممكن يقدمو لك الدعم الغير مباشر فيما يتعلق بعلاقتك مع الشريك وأما مهنيا قد تباشر بعمل جديد أو فكرة ممكن تقوم بتنفيذها هذه كانت قراءتنا لكل الأبراج وخصوصا الأبراج اللي عم بتعيش بعض الأزمات العاطفية أنا جمانة وهبيب أدعكم وعلى أمل اللقاء فيكم بحلقة جديدة تدلكم بألف خير وبي باي